اليمن ملقاً خارج دائرة الاهتمام العالمي أو هو كذلك حال اليمن الذي من فكت الأحداث فيه من بناء جدار سميك بينه وبين المجتمع الخارجي إلا ما ندر من التصريحات التي تتناوله من زاوية الحرب الدائرة وتفاقم الأوضاع هذا ما كان ينقص اليمن في ظل الوضع الراهن وهو ما ذهب إليه جيمي ماك رودريك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الذي أكد أهمية استئناف وقف الأعمال العدائية وقال إن تصاعد القتال أدى إلى تدهور الوضع الإنساني على الأرض مشيراً إلى أن ذلك ساهم في اختفاء اليمن من رادار الاهتمام العالمي بسبب الصراعات الأخرى بالمنطقة الإشارة هنا ليست مجرد إيحاء فحسب لبلدان المنطقة المضطربة التي تعيش صدامات عسكرية ونزيف دم ويضعها العالم تحت مجهره الكبير كالعراق وسوريا وليبيا بينما يتجهل اليمن لكن التشابه بينها جميعاً إنه من ذهب إلى الحرب فإنه لا يعود من رحلة الصراعات المتوحشة اليمن الذي اندفع إلى ساحة الحرب على أيدي أبنائه وأغلب ما هو معروف بتحريك ذراع إيران هم الحوثيون والذي قابلهم على الفور إنشاء تحالف عسكري تقوده السعودية لم يبلغ أي طرف من الأطراف أهدافه الأخيرة خصوصاً وأن الأعمال العسكرية تأخذ بالتصاعد بالاشتباك في الحدود السعودية اليمنية وأيضاً تكثيف غارات الطائرات الحربية في المحافظات اليمنية يمضي اليمن في شهره التاسع عشر من القتال وكل هذه الأيام السوداء تسببت بالكثير من المشاكل لا سيم ارتفاع عداد القتلى والجرحة داهيك عن التراجع في الخدمات على المستوى الاقتصادي والصحي في لحظة تمضي الجماعة الإنقلابية وحليفها الرئيس المخلوع بتعميق جراحات البلاد ليس بالرصاص وحده بل في اعتقالات الخصوم وإخفاء المئات منهم وتعريض حياتهم للخطر جراء التعذيب كما ترفض الجماعة الإنقلابية أي حلول سياسية من شأنها حلحلة الأوضاع وإخراج البلاد من واقعه المزري في المقابل يستمر نظام الرئيس الشرعي وحكومته يراقبون الأوضاع بمنظار من بعيد حيث يقيمون في العاصمة السعودية الرياض في ظل تعثر المساعي السياسية وارتفاع حدة المعارك في جبهات القتال المختلفة